انا من الغوطة الشرقية بلوليا بيمون عندي خمس اطفور الخمسة معاقين واحدة منهم اللي السماع و واحدة منهم منغولية و ثلاثة اللي التنطق عالجناهم بالغوطة عمارهم واحدة عمرة عشر سنين و واحدة تمانية و واحدة ستة ايه وبالتنازل يعني اربع سنين و عشرة شور اخر ابناء المهم ضربتنا الطيارة نحن بالغوطة بعد ما ضربت الطيارة طبعا ضربت البيت الله نجيانا طلعنا من النون بعد ما طلعنا من البيت بعد مشي سبعة اثمنة شهور اتفاجأنا قطر الندم ما بتسمع صرنا نركض فيها نعالجها ما في دكاترة مكل ما بدك بالغوطة او اذا في دكاترة مكل ما بدك ما في معالجة كله اللي بيقطلعها عالشام طيب و وين بدي طالعا من نبدي طالعا عالشام يعني طيارة بيطالع عالشام ما في يعني من نبدي طالعا منهم عالجناها عالجناها ركدنا 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 جابونا سماعة دبرونا سماعة جابونا سماعة ركبنا لها الأطورة صارت تسمع يعني ها بلشت نقر حكي وصارت تسمع والبقايا البقايا كله بدهم تخطي الدماغي لحتى أطر الندى بده تخطي الدماغي عب الغوطة ما في تهجرنا من الغوطة يجينا عالشمول رحنا على المدارس منسجلوا قال أخي بدهم معالجة لهم ما بنقبلوا اللي احنا بالمدرسة اخدناه و رحنا على المشفى بعفرين بدنا لعن دكتور اننا حكينا للقصة وقدامنا لوراق اللي عاملنا لحنا الأطورة اللي بدهم تخطي الدماغي والتخطي الدماغي بكل الشمال ما فيه طيب شو الحل؟ قال أخي الحل لحقدمونا للإدارة مطالون عالشمول قلت له أنا ما قدرتي ما قدرتي يعني قلت له يا دوبة أنا عايشون قلت له هل أنا ستعرت ميتور عيري جد فيه اللي عنده وين دقت بعتني أنا لبرا؟ قال بده سماعة قلت له ما قدرتنا منين بيجيب سماعة؟ عاد مواللهي ما بعرف والحمد الله اللي تسمع بده سماعات ديجيتال هذا يعني وإن شاء الله خير والحمد الله موسيقى موسيقى موسيقى